موهوبة بالفترة من عيلة الزمالك هو كل حياتها عايشة على شعار من يوم ميلادي وانا زمالكاوي على عهد مهما تفوت سنين هي أسطورة من أساطير السباحة في نادي الزمالك ومنتخب مصر بالبطولات والإنجازات اللي كتبت قصة بطلة ميت عقبة تستحق إننا نحكي عن تاريخها ومغامراتها للأجيال اللي جاية أمل أبو عرام بنت الزمالك السمكة الذهبية اللي كان ليها صولات وجولات في مية البحار اسم مصر والزمالك في كل المحافل الدولية وبقت أسطورة من أساطير السباحة أمل أبو عرام ابتدت حكايتها مع السباحة من نادي الزمالك وهي عندها ست سنين ومن يومها عنيها ما شافتش غير التشيرت الأبيض أبو خطين حمر اللي شاهد على بطولات وإنجازات كتير حققتها فراشة ميت عقبة ذهبية موهبة أمل أبو عرام اللي اكتشفها كابتن السباحة الراحل في الزمالك أحمد شلبي ومن هنا بدأت قصة البطلة الزمالكوية بعد ما فازت بأول بطولة وهي عندها الثمان سنين وحصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية لسابق ميت متر حرة استمرت بنت الزمالك في حصد البطولات في السباحة القصيرة وبعدها اختارت دخول تحدي جديد وهو سباحة المسافات الطويلة أو المية المفتوحة في البحار والمحيطات واللي كتبت فيها إنجازات من دهب وبطولاتها تبقى في ذاكرة كل الزمالكوية أمل أبو عرام رفعت اسم الزمالك في كل مكان وكان لها في أوروبا مغامرات وبطولات وفي سباقات السباحة الطويلة حققت إنجازات من جنيف لحد لوكسنبورغ وفي سباق نابولي بإيطاليا كتبت إنجازات ده غير سباق النيل الدولي والسباق من بور سعيد لراس العش وبعد مشوار حافل بالبطولات تم تكرمها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكانت من أفضل 20 رياضي في مصر أمل أبو عرام كتبت قصة عشقها لنادي الزمالك بـ 34 كأس من سنة 1974 لحد سنة 1987 في مشوار كل إنجازات وتحديات ومغامرات ومع منتخب مصر كانت فراشة ذهبية في كل السباقات وبعد الاعتزال أمل أبو عرام ما ثبتش المية ورفت بناتها حب الزمالك وعشق السباحة علشان يكملوا المشوار وكمان أمل أبو عرام مش مجرد سباحة زمالكوية حققت بطولات لأ دي أسطورة كتبت تاريخها بالذهب على مية المحيطات وعملت معجزات علشان كده حبينا تكون هي بطلة السطنة ويكون إصرارها وعزمتها ملهم للأجيال اللي جاية لأنها فعلا أسطورة الزمالكوية في تاريخ السباحة المصرية